بالرغم من الصعوبات التي يواجهها يقدم مكتب الخدمات التضامنية فرع العجلات خدماته للمواطنين ويعد قسم ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الأقسام الفعالة إلا أن إيقاف المعاشات الأساسية لبعض المواطنين منذ اكتوبر من العام الماضي تسبب في مشاكل الموظفين بالمكتب معاشي العزوز اليوم من شهر عشر عام الأول وما رتشفها قرش لليوم ومعاشي ربيبها أنا مش داداياها السيدي ومعاشينا أربعمائة وخمسين الخمسين يقصوا فهمني الضمان قالوا إحنا خلصنا عليكم ساعة خذينا في الحافظة مسؤولي المكتب أكدوا أن إيقاف هذه المرتبات تم من وزارة المالية ودون الرجوع إليهم بحجة عدم استفاء بعض الأوراق المطلوبة إيقاف المرتبات تسبب في استياء من المواطنين الأمر الذي دفعهم في أحيان كثيرة للتهجم على موظفي الفرع المواطن يعاني في ضر الظروف المعيشية الصعبة يعاني وطبعا إحنا ما عندناش لي حلك مكتب خدمي إحنا علينا التواصل مع الإدارة وتم حالة المستندات لكن يعني جي من يفهم بكلام هذا لحد الآن نعاني من بعض المشاكل وبعض الاختراقات وفي بعض الأحيان حتى تطلاق النار يعني على المبنى وعلى المكتب لكن إحنا في سبيل المواطن يعني نشتغل ليل النهار والله غالب يعني أظلم موجودة وحاليا ورغم كل هذه الظروف ما زال موظفي المكتب يقدمون ما يستطيعون إلى المواطن الذي أتقلت كاهله أعباء الحياة